بيبدأ الفيلم ببينجامين وهو بيكتب على صفحة في مذكراته أن يوم 21 سنة 1974 كان آخر يوم وارلس بيصرى فيه القهوة مع ليليانا وبيوصف قد إيه كان اليوم ده مميز وهي كانت جميلة لكنه بيقطع الورقة بعدها وبيدخل ينام ولما بيصحى بيمسك المفكرة بتاعته واللي بيكون كاتب فيها النخايف وبيرجع يحطها تاني مكانها وبعدها بيروح لوزارة العدل الأسبانية وبيسأل هناك الأمن إذا كانت الدكتورة آيرين في مكتبها فبيقوله أيوة ولما بيدخل الدكتورة آيرين بترحب بيه جدا وبتطلم من المساعد بتاعها أنه هو يروح يجيب لهم قهوة من برة ولما بيقولها أنه عنده شغل بتعرفه بينجامين وبتقوله أنه كان موظف في مكتب القاضي معاهم ولسه مقدم استقالته من وزارة العدل قريب وبتعرفه أنه صديق قديم ليها ولازم تحتفل بوجوده في مكتبها وبعد كده بيفهمها بين أنه هو عايز يكتب عن قضية موارلس كتاب وبيطلم منها أنها تساعده فبتفضل تترية عليه وبتقوله وإنت تعرف إيه عن الكتاب علشان تشغل نفسك بالموضوع ده فبيفهمها أنه بقى فاضي وما فيش وراه حاجة لكنه مش عارف يبدأ منين ولما بتقرن اللي كتبه بتفهمه أنه ماينفعش يكتب بخط إيده وبتديله الآلة الكتبة بتاعته القديمة اللي سابها في مكتبه من 20 سنة وبيبتدي بعدها يفتكر أحداث قضية موارلس ولليان اللي كانوا بيحققوا فيها مع بعض الزمان ولما بيقولها أنه مش عارف يبدأ منين بتطلم منه يبدأ بكتابة اللي هو فكره فبيفتكر لما رومان ومدير مكتب القاضي كان بيعرف بنجامين بسكرتيرة القاضي الجديدة اللي هي آيرين وفي أول يوم لآيرين في الشغل بتطلم منهم ملف قضية واحد علشان تراجعوا فبيعكسها أسبوسيت وصاحب بانه وزميله في الشغل ولما بتسيبهم بيبقى بيين أن بن متدايق منه وبيقوله يا ريت بطل شغل المراقبة بتاعتك دي وده لأن بنجامين بيحبها وبيقوله ده أنا بقالي ساعة بفكر أقولها إيه أول ما شوفها وأول ما بشوفها بنسة كل اللي أنا كنت محضروه وبعدها بيدخل رومان ومساعد القاضي فورتانة وبيعرف بن أن القاضي الدالة قاضية قتل حصلت لوحدة اسمها لليانة علشان يحقق فيها ولما بيروح بن لمسرح الجريمة بيشوف جثة لليانة اللي بيبقى واضح أنها تعذبت قبل ما تموت وبيعرفوا المفاتش بيز اللي بيشتغل مع شرطة الاتحاد أنه تم الاعتداء عليها قبل أكلها ولما بيشوف بن سورة لليانة هي وجوزها موارلس بيعرف أنه هما كانوا بيحبوا بعض جدا وبعدها بيسمع واحد من الزباط بيقول أن جاريتها قالت أنها ما سمعتش حاجة وأن في عمال كانوا بيشتغلوا في الشقة اللي فوقيهم بقى لهم يومين ما بيجوش مع أن شغلهم لسه مخلصش وبعدها بيروح بن مع المفاتش بيز الشغلة عند موارلس جوز الضحية علشان يبلغوا باللي حصل لمراته ولما بيعرفوا باللي حصل بيبدأ بن يستجوبه وبيسألوا إذا كان في حد معايا مفاتيح شقةتهم فبيقولوا لأ وبعدها بيطلم منه بن أن هو يروح معايا علشان يتعرف على الجثة وبيتفاجئ بن بعدها أن تقرير الفريق اللي تحت قيادة مساعد القاضي رومانو قدر يثبت أن اللي قتل لليانة هم العمال اللي كانوا شغالين في الشقة اللي جنبها لكن بن ما بيبقاش مصدق أن هم اللي قتلوها فبيروح يزورهم في السجن فبيكتشف أن هم تعرضوا للضرب والتعذيب فبيخرج من عندهم يتخانق مع رومانو وبيعرفوا أنه هيرفع عليه قضية وبعدها بيروح لصاحبه أسبوسيتوف كافية علشان يتكلموا عن القضية وفي نفس اليوم بالليل بيروح بن لجز لليانة وبيتكلموا عن العمال اللي اتحبسوا ظلم وبعدها بيوري موارلس ألبوم صور لليانة فبيلاحظ بن أن فيه واحد دايما بيبص عليها في كل الصور ولما بيسألوا بن مين ده فبيقولوا موارلس أن اسمه جوميز وأنه كان جار لليانة قبل ما تيجي بيونس آيرس فبيتصل موارلس بعدها بجوميز وبترد عليه مامته وبتقولوا أن جوميز سافر لبيونس آيرس فبيسألها وبقالوا قد إيه فبيتعرفوا أنه بقالوا شهر ونص تقريبا ولما بيقول لها أنه جايب له شغل فبتدي له عنوانه في بيونس آيرس ولما بيقول لها أنه لرشحته للوظيفة دي هي لليانة فبتقوله أنه كان بيحبها جدا قبل ما تسيبه وتسافر لبيونس آيرس وهنا بيتأكد موارلس أنه هو اللقات لها وتاني يوم لما بيروح بن مع المفاتش بيز لجوميز بيقول لهم صاحب البيت أن جالهم برح اتصال وبعدها لما حكته ودفع إيجار أسبوع كامل ومشي ولما بيطلب بن بعدها من القاضي فورتانة أنه هو يطلع لهم تصريح علشان يفتشه بيت جوميز فبيرفض وساعتها بيطلب بن من صاحبه أسبوسيته أنه هو يساعده وفعلا بيروح لبيت جوميز وبيستنه لما مامته تخرج وبيدخل بن يدور على أي جوابات تكون بينه وبين مامته فيها عنوانه وفعلا بيلاقي مجموعة من الجوابات بس بعد لحظات بترجع الأم للبيت وبيقدروا هما الاتنين أنهما يخرجوا من البيت بصعوبة ولما بيراجع بين الجوابات ما بيلاقيش فيها أي حاجة تثبت مكانه فين وبتبلغهم آيرين بعدها أن القاضي فورتانة عاوزهم ولما بيدخلوا للقاضي بيقولهم أن واحد صاحبه قاله أنهما اقتحموا بيت والد جوميز وسرقوا من هناك جوابات وبيفهمهم أنه هو تأكد بنفسه أنهما كانوا موجودين هناك وأنه هيعقبهم لأنهما خلفوا أوامره ولما بيطلعوا من المكتب بتتنرفز آيرين على بين وبتفهموا أنها المديرة المباشرة بتاعته وما ينفعش يعمل حاجة من وراها فبيعتذر لها وبيطلب منها أنها تدعمهم قدام القاضي وتاني يوم بتبلغوا آيرين أنها أقنعت القاضي ينسى الموضوع وأن قضية ليليانة خلاصة قفلت وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف آيرين وهي بتتفرج مع بين على صور خطوبتها وبعدها بتفهموا أنها مش زيه وأن عندها حياتها اللي مش مستعدة أنها تخسرها وعلشان كده مش عايزة تتورد في القضية دي وبتسيبه تمشي وبيفتكر بين بعدها لما قابل موارلس في محطة القطر وعرف منه أنه بيجي المحطة كل يوم لأنه مستني يشوف جوميز علشان ينتقم منه وبعدها بيقدر أسبوسيتو أنه يعرف من جوابات جوميز لولدته أنه بيحب الكورة فبيروحوا يدوروا عليه وسط جماهير الكورة وبيقدروا أنه هم فعلا يلقوه ولما بيحاول يهرب منهم ويجري جوا الملعب بيمسكوه وبيبتدي بين التحقيق معاه لكن جوميز بينكر أنه هو اللي قتلها ولما بتدخل آيرين قوضة التحقيقات وبتلاحظ نظراته لجسمها بتتأكد أنه هو القاتل فبتبتدي تستفزه وبتقوله أنه ليليانا كانت جميلة والتحقيقات أثبتت أن الباب مش مكسور وده معناه أنها كانت موافقة في الأول على العلاقة وهو شكله مش واسيم وضعيف علشان كده مستحيل يكون هو اللي قتلها فبيتنرفس جوميز وبيعترف أنه هو اللي تعد عليها وقتلها وبعدها بيتحبس ولما بيروح بين يبلغ موارلس بين هما أبضوا على القاتل بيعيطوا وبيشكروا بس الغريبة أن بعد فترة بيكتشف موارلس وهو بيتفرج على احتفالية في التلفزيون أن جوميز موجود بين المتفرجين فبيتصل ببن وبن فعلا بيتأكد من كلامه وبيعرف أن رومانه هو اللي خرجه فبيحكي كل حاجة لآيرن وبيروحوا لهما الاتنين للمكتب وبيتخانق بن معاه وبيسأله أنت زي تخرج مجرم زي دا من السجن فبيكلموا رومانه من منتهى البرود وبيقوله أنه بيساعدهم في القبض على الشيوعيين لأنه بيقدر يدخل بينهم بسهولة وأن دا أهم عندهم من الجريمة اللي ارتكبها وبعدها بيقول لآيرن لو عايزة تحفظي على شغلك ما تمشيش وراه ولما بيخرجوا هما الاتنين من مكتبه وبيركبوا الأسانسير بيتفاجأوا أن جوميز بيركب الأسانسير معاهم وبيطلع مسدسه من غير ما يبصلهم كنوع من أنواع التهديد ليهم وبعد كده بيقابل بين موارلس في كافيه وبيكون موارلس مصدوم أن الشرطة خرجت جوميز من السجن مع أنه اعترف بجرمته فبيفهمه بين أنه خرج بسبب واحد ما عندوش ضمير وبيفهمه أن ما فيش حاجة في إيده يقدر يعملها وبيقوله لو كان الأمر بإيده كان حبس ومدى الحياة ولما بيسأل موارلس أنت هتقتله بيقوله أنه مش يستفيد حاجة لو قتله غير أنه هو هيقضي بقية حياته في السجن وبعدها بيشكره وبيمشي ولما بيرجع بين مكتب وزير العدل بتقابلوا آيرين وبتطلب منه أن هما يتقابلوا بالليل الساعة 8 علشان يتكلموا في علاقتهم وبعدها بيجي له اتصال من البار بأن أسبوسيتو تخانق مع واحد فبيروح له هناك وبياخدوا معايا البيتو وبيعرف منه أن مراته لسه تردى من البيت بسبب إدمانه للكحليات فبيعرفوا بين أنه هيكلمها علشان تيجي تاخده فبيقوله أسبوسيتو أن التليفون عطلان فبيروح بين لمراته البيت وبيقدر يقنعها أنها تروح معايا البيتو لأنه جزها محتاجها معاه ولما بيوصلوا البيت بين بيكتشفوا أن أسبوسيتو تقتل وتاني يوم بتاخد آيرين بين لمحطة القطر وبتعرفوا أنه لازم يهرب من جميز لأنه أكيد هيحاول يقتله زي ما قتل صاحبه وبتعرفوا أنها وفرت له وظيفة وسكن في مدينة بعيدة عنهم وبيودعوا بعض في محطة القطر وبتفضل آيرين تجري ورا القطر بعد ما تحرك وهي بتعيط وبنرجع للوقت الحاضر لما بتنتهي آيرين من إراية القصة اللي كتبها بين عن حياتهم وبعدها بيقرر بين أنه هو يروح لموارلس ويخليه يقرأ القصة قبل ما ينشرها وفعلا بيقدر يوصله بعد ما غير مكان سكنه وبيتعرف موارلس عليه وبيطلب منه يدخل يشرب معاه أهوة وبعد ما بيقرأ مسودة الكتاب بيقوله أنها مش مكتوبة بشكل أدبي وأنها أقرب للمذكرات من الكتاب وبيطلب منه يصرف نظر عن نشر الكتاب ولما بيسأله بني أنت زي قدرت تعيش 25 سنة وهي مش معاك فبيقوله أنه عدى وقت كبير من يوم متها وهو قدر يتعايش مع الموضوع وهنا بيقوله بني أنه هو الحدد الوقتي مش قادر يتعايش مع فكرة أن صاحبه مات بداله وبنعرف أن أسبوسيتو مات بداله لما لقى بني السورتين دي ليه في الشقة مقلوبين وأن معنى كده أن الرجال اللي بعثهم جوميز ما كانوش يعرفوا شكله ولما سألوا صاحبه أسبوسيتو إذا كان هو بني فخب عنهم سوره وقال لهم أن هو بني وبكده هو ضحب حياته علشانه وبيقوله أنه هيفضل يدور على جوميز لحد ما يلاقيه وبيفجأوا هنا موارلس وبيحكيله أنه قدر يلاقي جوميز وقتله وبعدها بيخرج بني من عنده لكنه بيفضل يفكر في كل الكلام اللي قالهوله وبيحس أن موارلس مخبي حاجة عليه فبيرجع له تاني ووقتها بيلاقيه خارج من بيته فبيمشي وراه وبيتفاجئ لما بيلاقيه حابس جوميز في الزنزانة في قوضة ورا بيته وأول ما بيشوفه جوميز بيطلم منه أنه هو يخلي موارلس يتكلم معاه ولو كلمة واحدة وبيطلع أن موارلس حابسه بقاله 25 سنة من غير ما يتكلم معاه وبيقول لبن أن ده العقاب اللي هو يستحقه على العمل في حبيبته وشريكة عمره اللي حرمه منها وأنه هو سجن وسجن مدى الحياة زي ما كان بني قاله زمان وبعدها بيرجع بين لبيته وبيجمع الكتاب وبيضيف حرف واحد على كلمة خوف اللي كان كاتبها فبتتحول لكلمة حب وبعدها بيروح لآيرن وبيعترف لها بحبه أخيرا وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القاضي